السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو أشارك معكم حل مشكلة عدم ظهور الصور في متصفح جوجل كروم في متصفح مايكروسوفت ادج حيث عندما نقوم بفتح أي موقع في جوجل كروم فنلاحظ أن الصور لا تظهر وكذلك الأمر في متصفح مايكروسوفت ادج ولحل هذه المشكلة سنقوم بالتالي أولا في متصفح جوجل كروم سنضغط على الثلاث نقاط في الأعلى ثم نضغط على الإعدادات ثم نفتح الخصوصية والأمان ثم نفتح إعدادات المواقع الإلكترونية ثم ننزل إلى أسفل عند الصور ونقوم هنا بتفعيل خيار السماح للمواقع الإلكترونية بعرض الصور ويمكن هنا في نفس هذا المكان حضر بعض المواقع من عرض الصور من خلال أن نقر على إضافة أمام المواقع الإلكترونية التي لا يسمح لها بعرض الصور الآن سنقوم بإعدة فتح هذه المواقع مرة أخرى وهنا كما نلاحظ تم حل المشكل وتم ظهور الصور في متصفح Microsoft Edge سنقوم بالنقر على الثلاث نقاط في الأعلى ثم ننزل إلى أسفل نضغط على الإعدادات ثم نفتح ملفات تعريف الإرتباط وأذنات الموقع ثم ننزل إلى أسفل عند صور ونقوم بالنقر على هذا الخيار ثم نأتي في الأعلى أمام إظهار الكل ونقوم بتفعيل هذا الخيار ويمكن أيضا حضر بعض المواقع من عرض الصور من خلال النقر على إضافة أمام حضر الآن سنقوم بإعدادة فتح المواقع مرة أخرى وهنا كما نلاحظ تم حل المشكل وظهرت الصور وفي الختام أرجو أنني للشرح إعجابكم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والنقر على زر أعجبني في حالة أعجبك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته